اشتركوا في القناة الآن لنتعلم كيفية حساب الوسط الحسابي لجداول تكرارية ذات فئات فمثلاً في الجدول أمامنا والذي يمثل أوزان مجموعة أطفال في غيادة للأطفال العامود الأول هنا يمثل أوزان الأطفال بالكيلوغرام وهي مرتبة على شكل فئات ويخبرنا الجدول بأن عدد الأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين 0 إلى 4 كيلوغرام هو 8 وأن عدد الأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين 5 إلى 9 كيلوغرام هو 9 أما عدد الأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين 10 إلى 14 كيلوغرام هو 2 وعدد الأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين 15 إلى 19 كيلوغرام هو 1 أما بالنسبة لعدل الأطفال الذين تراوح أوزانهم بين 20 إلى 24 كيلوغرام، فهو صفر. ولحساب الوسط الحسابي لمجموعة بياناتك التي أمامنا وزعت على جداول تكرارية ذات فئات، نستخدم القانون الوسط الحسابي يساوي مجموع مركز الفئة ضرب تكرارها على مجموع التكرارات. وبالرموز هو ميو تساوي سيجما إكس ضرب إف على سيجما إف إكس تمثل هنا مركز الفئة، أما إف فتمثل التكرار. سنعود إلى الجدول ونضيف له عامود جديد نحسب فيه مركز كل فئة. مركز الفئة هو العدد الذي يقع في منتصف هذه الفئة. والحصول علي حسابياً نجمع طرفي الفئة ونقسمهم على إثنان. فنجمع في أول فئة صفر زائد أربعة ثم نقسم على إثنان. فنحصل على أربعة على إثنان يساوي إثنان. إذن مركز الفئة الأولى هو إثنان. فعلاً هو العدد الذي يقع في المنتصف بين الصفر والأربعة. في الفئة الثانية من خمسة إلى تسعة نجمع خمسة زائد تسعة ثم نقسم على إثنان. أربعة عشر على إثنان يعطي سبعة. والسبعة فعلاً هي العدد الذي يقع في المنتصف بين الخمسة والتسعة. أما لإيجاد مركز الفئة 10 إلى 14 فإننا نجمع 10 والـ 14 ونقسم أيضاً على 2 لنحصل على 24 على 2 يساوي 12 وفعلاً هو العدد الذي يقع بالمنتصف بين 10 والـ 14 الآن في الفئة الرابعة نجمع 15 زائد 19 ثم نقسم على 2 فنحصل على 34 على 2 يعطي 17 وفعلاً السبعة عشر يقع تماماً بالمنتصف بين 15 والـ 19 أخيراً في الفئة من 20 إلى 24 نجمع 20 زائد 24 فيعطي 44 ثم نقسم على 2 ليعطي 22 وهو مركز الفئة يقع بالمنتصف بين 20 والـ 24 لاحظ معي أن مركز الفئة يتبع نمطاً معيناً وهو ما يتمتع به مركز الفئة دائماً في أي جدول تكراري فإنه يتبع نمط معين هنا يتبع نمط زائد 5 فنلاحظ أن الـ 2 عندما نجمع لها 5 نحصل على مركز الفئة التالي وهو 7 ثم نجمع للـ 7 خمسة فنحصل على مركز الفئة التالي وهو الـ 12 ثم نجمع له 5 فنحصل على الـ 17 ثم نجمع له 5 فنحصل على الـ 22 تستطيع دائماً استخدام هذه الطريقة للتأكد من أنك حسبت مراكز الفئة بدقة نضيف الآن عامود جديد لهذا الجدول نريد أن نضرب به مركز كل فئة بتكرارها فنضرب مركز الفئة الأول 2 في تكرارها 8 لنحصل على 16 ثم نضرب مركز الفئة الثانية 7 في تكرارها 9 لنحصل على 63 ثم نضرب مركز الفئة الثالثة 12 في تكرارها 2 فنحصل على 24 ثم نضرب مركز الفئة 17 في التكرار 1 لنحصل على 17 وأخيراً نضرب مركز الفئة 22 في التكرار الذي يقابله 0 فنحصل على 0 الآن نستطيع حساب الوسط الحسابي نحتاج أولاً لمجموع التكرارات فنجمع عمود التكرارات 8 زائد 9 زائد 2 زائد 1 زائد 0 فيعطينا 20 وهي هنا مجموع التكرارات Sigma F نحتاج أيضاً لمجموع مراكز الفئات ضرب تكرارها أي نجمع محتويات آخر عمود فنجمع 16 زائد 63 زائد 24 زائد 17 زائد 0 ليعطينا 120 وهي قيمة مجموع مركز الفئة ضرب تكرارها Sigma X ضرب F نعود إلى قانوننا ثم نضع في البسط قيمة Sigma X ضرب F 120 أما في المقام فنضع قيمة Sigma F مجموع التكرارات 20 نقسم 120 على 20 ليعطينا 6 إذن الوسط الحسابي لأوزان مجموعة أطفال في عيادة الأطفال هو 6 كيلوغرامات لنذهب الآن لنرى مثال آخر عن إيجاد الوسط الحسابي لبيانات في جداول تكرارية ذات فئات لدينا هنا الجدول الذي يمثل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في العمود الأول يوجد درجات الحرارة بالسلسيوس سنرمز لها بالرمز T capital وفي العمود الثاني لدينا التكرارات نلاحظ أن البيانات في العمود الأول مرتبة على شكل فئات لذا نستطيع حساب الوسط الحسابي باستخدام قانون مجموع مركز الفئة ضرب تكرارها على مجموع التكرارات أي 100 تساوي Sigma X ضرب F على Sigma F نحتاج هنا أن نضيف عمود جديد لنحسب به مراكز الفئة لكل فئة من الفئات الأربعة أمامنا لحساب مركز الفئة الأولى نجمع 0 زاء 9 ثم نقسم على 2 فنحصل على 4.5 لحساب مركز الفئة الثانية نجمع طرفيها 10 زاء 19 ونقسم على 2 لنحصل على 14.5 وهو مركز الفئة ثم لحساب مركز الفئة الثالثة نجمع 20 زاء 29 ونقسم على 2 فنحصل على 24.5 أما بالنسبة لمركز الفئة الأخير فنجمع 30 زائد 39 ونقسم على 2 لنحصل على 34.5 هو مركز الفئة الأخيرة وكما قلنا فإن مركز الفئات تتبع نمطا معينا دعونا نتأكد من هذا النمط نلاحظ أن الأربعة ونصف إذا أضفنا لها عشرة نحصل على الأربعة عشر ونصف وأيضا إذا أضفنا عشرة الأربعة عشر ونصف سنصل إلى الأربعة وعشرون ونصف وإذا أضفنا لها عشرة فإننا سنحصل على الأربعة وثلاثون ونصف إذن هي تتبع نمط زائد عشرة الآن نحن بحاجة إلى عامود أخير نضرب بي مركز الفئة في تكرارها X ضرب F ونضرب مركز الفئة الأولى أربعة ونصف ضرب سبعة ونحصل على واحد وثلاثون ونصف ثم نضرب المركز الفئة الثانية أربعة عشر ونصف ضرب تسعة لنحصل على مئة وثلاثون ونصف ثم نضرب مركز الفئة الثالثة أربعة وعشرون ونصف ضرب ستة لنحصل على مئة وسبعة وأربعون ثم أخيرا نضرب مركز الفئة الأخيرة أربعة وثلاثون ونصف في تكرارها ثمانية لنحصل على مئتان وستة وسبعون نستطيع الآن حساب الوسط الحسابي وذلك بجمع التكرارات نجمع 7 زائد 9 زائد 6 زائد 8 فنحصل على 30 هو مجموع التكرارات Sigma F ونجمع أيضاً محتويات العمود الأخير X ضرب F فنجمع 31.5 زائد 130.5 زائد 147 زائد 276 لنحصل على 585 وهي مجموع مراكز كل فئة ضرب تكرارها أي Sigma X ضرب F نذهب إلى القانون ونعوض Sigma X ضرب F بقيمة 585 ونقسمها على Sigma F 30 على الآن الحاسبة نحصل على الوسط الحسابي 19.5 إذن الوسط الحسابي لدرجات الحرارة لشهر تشجيل الأول هو 19.5 سيليسيوس وأخيراً لننخص ما تعلمناه اليوم لإيجاد الوسط الحسابي لبيانات في جداول تكرارية ذات فئات كل ما علينا فعله أولاً أن نجد مركز كل فئة X ثم نضرب كل مركز فئة في تكرارها X ضرب F ثم نجمع نواتج الضرب Sigma X ضرب F وأيضاً لا ننسى نجمع التكرارات Sigma F ونطبق في القانون الوسط الحسابي يساوي مجموع مركز الفئة ضرب تكرارها على مجموع التكرارات وفي الختام أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولا تترددوا في مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ومن يحتاج إليه وإلى اللقاء آخر دمتم في أمان اللغة